اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اي كلاود وتمسح كل بيانات الجهاز او كل الصور والاسماء وكل شي موجود في الجهاز ويرجع كأنه يديد نشوف شلون تشتغل هذه الخاصية او شلون نعد هذه الخاصية اول شي نروح على settings او الاعدادات بعد ما ندشي الاعدادات نروح على اي كلاود طبعا اذا مو موجود عندك الاي كلاود او مو مفعل الاي كلاود تروح تفعل الاي كلاود من الاعدادات تحط الابل اي دي مالك بعد ما تسوي sign in يقول لك هذا المسيج انه تبقى شغل خاصية الاي كلاود اللي هي find my iphone تقول له اوكي شغلها على اساس يتعرف على الخريطة لاحظ معاي هذه كلها خصائص موجودة في الاي كلاود انت تنزل على اخر خاصية اللي هي find my iphone لاحظ معاي هذه هي خاصية find my iphone تقول له الاو تشغلها تقول له الاو او السماح على اساس انه يقدر يتعرف على الخريطة اللي موجودة في الجهاز بعد ما تفعل هذه الخاصية انت شذي فعلت خاصية find my iphone نشوف شون طريقة استخدامها عن طريق الموقع او شون نمسح البيانات اللي موجودة في الجهاز او حتى ارسال ميسيج او اي ان كان لاحظ معاي هذا هو الجهاز بهذا الشكل ندخل على المتصفح اللي هو السفاري او explorer وندخل على موقع اي كلاود لاحظ معاي هذا هو موقع الاي كلاود بعد ما تدخل على الموقع راح تطلع لك هذه الصفحة يقول لك سوي تسجيل دخول في حسابك في الاي كلاود طبعا نتحط حسابك في الاي كلاود اللي هو حساب اب ستور مالك او حساب الاي كلاود مالك وتضغط تسجيل دخول بعد ما تضغط تسجيل دخول راح يدخلك على هذه الصفحة هذه الصفحة لي صفحة الايميلات اللي انت مسوي لها نسخة احتياطية او الاسماء او التاريخ او النوت او التذكير هذه هي خاصية الفاين ماي ايفون طبعا انت مو شرط انك انت تنزل برنامج على الايفون مجرد ما انك انت تفعلها على الاي كلاود مثل ما احنا فعلناها في بداية الفيديو مجرد ما انت تدخل على الموقع وتضغط على هذا البرنامج او هذه الصفحة لاحظ معاي راح يدخلنا على صفحة الخرايط او صفحة فاين ماي ايفون لاحظ معاي فتح لي الخريطة راح يبين لي وين الجهاز موجود او وين هو موجود الجهاز مالي لاحظ معاي صارت نكتة خضرة على هذا المكان الجهاز موجود في هذه المنطقة لاحظ معاي هني كلمة ديفايسز ديفايسز لو اضغط عليها راح يطلع لي كل الاجهزة اللي مفعلة على الاي كلاود لاحظ معاي هذا الاي كلاود الخاص فيني لاحظ هذا الايفون 3GS هذا الايفون 4S هذا الايفون 5 هذا الماكبوك مالي حتى متعرف على الاي كلاود جميع جهزتك راح تطلع على هذا المكان لنفرض اننا احنا نضيعين جهازنا اللي هو ال 4S هذا هو ال 4S نضغط عليه كلك لاحظ معاي راح يطلع لنا صفحة ال 4S حتى نفس لون الجهاز مالي ايفون 4S ابيض لاحظ معاي هني عندي خصائص موجودة او او اوامر موجودة هني في هذا الجهاز اول امر اللي هو طلع لي صوت او ارسلي ساوند اللي هو مثلا اذا ضايع في مكانه ما تدري وينه مجرد ما تضغط عليه راح يعطيك صوت لاحظ معاي مجرد ما اني اضغط اوكي راح يوقف معاي الصوت و اول ما القي الجهاز راح اخذ الجهاز و الاقي الجهاز و اضغط على اوكي راح يختفي الصوت من عندي هذه خاصية اللي هي خاصية لست مود او امر لست مود لو تضغط عليه لاحظ معاي راح يقول دخل تليفون نمبر ندخل احنا رغم تليفون مثلا نقول هذا الرقم مثلا على سبيل المثال و نضغط نيكست لاحظ معاي راح يقول لي تبي ترسل لي مسج this iphone has been lost please call me انت اذا اول شي حطيت الرقم راح يطلع لهذا المسج وتحت الرقم مجرد ما يضغط كول راح يضغط كول او مثلا تكتب له اتصل علي هذا هذا جهاز ايتونز كويت مفقود مثلا و نقول له دن لاحظ معاي راح يوصل مسج على التليفون و راح يقول لك اضغط كول على اساس تتصل على الجهاز وهذا المسج اللي انا كتبته تصل علي هذا جهاز ايتونز كويت مفقود مجرد ما انت تحط الرقم و تحط هذا المسج مجرد ما هو يضغط على كول لاحظ معاي راح يتصل على الرقم اللي احنا حطينا طبعا هذا هو الرقم لاحظ معاي هذا هو الرقم اللي احنا حطينا وهذا المسج اللي احنا حطينا هذه هي خاصية فايند ماي ايفون نشوف الخاصية الاخيرة و اللي هي اهم من هذول الخصائص خصائص اراز ايفون او مسح الايفون مجرد ما اني اضغط عليه اذا ضغطت على هذا المسج لاحظ اراز ايفون فور اس راح يقول لي انه راح امسح الكونتاكت و راح امسح الستنجز و راح امسح كل اعدادات التليفون و حتى الصور و كل شي موجود في الايفون راح ينمسح اذا ضغطت على الحمرة راح يطلب منك الرقم السري مجرد ما انت تحط الرقم السري اللي هو خاص في الجهاز اللي مكون من اربع ارقام تحط الرقم و راح يمسح لك كل شي موجود في الجهاز و راح يرجع جهازك مثل ما كان و اللي ما اخذ الجهاز ما راح يستفيد منه اي شي لا راح يلاقي فيه صور ولا راح يلاقي فيه اسماء ولا راح يلاقي فيه اي شي هذه هي خاصية الاي كلاود او خاصية الفايند ماي ايفون الموجودة في الاي كلاود اتمنى ان الشرح كان كافي ووافي اتمنى ان الجميع يطبق هذه العملية ويضبط هذه الاعدادات اتمنى انكم استفدتم من هذا الشرح نشوفكم في فيديو الشرح ثاني شكرا ومع السلامة